موسيقى 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 اليوم انا بدي اعمل فتة روس عندي روس كامل لساتة ما قطعتها بس غسلت غسيل شايشين كاملات بدون الدماغ او المخ وهلا بدي احطها في مية تغلي غلوة اول وثانية ويعني تقريبا خمس دقائق غلوات او او عشرة خلينا نقول بعدين نكب ميتها كلها يعتها شايفين صبايا فالسا بدي اخليها تغلي وبعدين اكب ميتها ايها هون بلشت فان شاء الله بصوروا لكم بفقرة الجاي صبايا هون بلشت تغلي المية على الراس بقي من الرغوة منها لا تنسوا ان المية هاي بدي اكبها ما بدي اخليها بس دخلها تغلي خمس دقائق عليها كلها بكبها برد احط عليها مية جديدة شايفين هاي من بلشت تغلي وما نزيل كل الرغوة الموجودة طبايا صفينا المية الاولى هاي المية الثانية ساخنة الاولى باردة لما حطيتنا عليها الان المية الثانية ساخنة بنحطن وبنحط عليها الابهارات اللي بعتازنوا بناسب سلق الروس صبايا انا بدي احط عليهم بصل اللي هيتو بقشروا عندي الليمون معصور هذا من البعصور هالبرمين في الفريزر ليمون وعندي هيل هاي اللي بعتازنوا سلق الروس شايفين ما اسكه النكهة لما تلمزت مع بعض هيا حطينا هن كلياتين شايفين هلا بدي ازيل عليهم شوية مي ساخنة وخليهم يغلوا في البريستو ساعة كاملة انا بدي اياهم نهنهات ما بدي اياهم يكون معصياتي شوية يعني سرايا انا بدي اعمل الصوف الان سراع الفتة قبل اي اشو احضروه هون عندي ليمون كمية كبيرة مفرزة بدي اجعلها التومات هون هين انا دقتهم ذج وما فرمتم تطريم شايفين وبده ادير طحينية تقريبا شايفين كمية كبيرة بدي لان انا عيلة كبيرة شايفين وبده احط ملعكتين كبار لبن كمان واحدة وبدنا نخلط وبدنا نخلط لحط الملح والفلفل شايفين مع بعض حاطيتم انا وبدنا نخلط الخليط مع بعض الان طب هيا انا خلطته بس الساة الليمون ماذا؟ لاني انا بدي اقلق شنو الساعة اتركه هون الساعة قبل ما اخلص باقي الطبخة انا هون ميت الروس صفيتها وهون الروس عندي هاي هم جاهزات هون عندي مي باردي انا مسلجة بدي ادير فيها اللسانات واللي هاي لشان تشد شوي معاي وانظف اللسانات من القشر كيف تأكلهم وابلش اقشر في اللسانات اللسانات كيف تقشروا على سريع تفرجوا على سريع تقشروا هاي الثانية بس عب نكمل وبنرجع انا هون شايفين شايفين قطعة الراس قطع قطع شايفين هون بدي احط عليها ملح وفلفل وهون بدي احط عليها الليمون انا مسلمج بس دقيت ومشان اخلط معاها شايفين هون وبيدي اخلط الجميع مع بعض صبايا خلطناهم مع بعض والله دقت منه اللقمة اشي مو طبيعي هذا وانا بعد ما كملتها صبايا انا هون فتيت الخبز الطريقة هاي انت بتقدري في السكينة اشي بتقدري تشوي تحمسيه انا لا ما بدي احمسه بدي اخليه على طبيعته هيك كانوا اهلينا يعملونا فتيت المقادم شايفين ها بس نخلصه نرجع لكم صبايا شوفوا شو بدي اعمل انا من صفيت من الميت الراس بدي احطهم على الخبز اللي اعملته شايفين شايفين صوت هاد بحطي شوية على الخبز شايفين خليه بنثرت ملاعق كبار هيك بدي احرك المزيج شوفوا كيف بس اننا قاد لما يمتص الخبز كل السوس صبايا انا صبايا انا عفرت ليمونتين حطيتهم فوق المزيج هذا شايفين والان بدي اديره في الجاك شايفين صبايا كون المزيج كله بلش يتشرب الخبز كل الصوس والحامض يعني اشي مش طبيعي بدي احط شوية صوس هون كمان شايفين بدي احط الان اللسانات والروس خطيت اللسانات والروس شايفين انا قطعتهم قطعة صغيرة اسهل للاكل طبعا كله ليمون شايفين وصوم بنا نتساويهم هسه صبايا اخر وصلها اللي هو سنوبر بالسمن البلدي ان شاء الله تعالى بتجربوها وبتشوفوا كيف طعنها هون من رشل ششبيه طوص وبنبلش في احلى فقرة اللي هي كل الفايدة فيه طبعا للأطفال لغيرهم يا ربي بتمنى الجميع يعملوها زيه نهائية لفتت الروس جربوها رح تطع معاكم اشي مش طبيعي شوفتوا الطعم واللون وزيادة الحامض عليها خرافي اشي خرافي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة